نزي كحام الإدعاء الأولى في تونس صندوق قدما بعد نجمه نحاسبه السياسيين اللي يكلفون به إدارة شؤون العباد النسوى العباد والأرض واللي تحبوا أنتما الكل نستقبل أحمد صافي سعيد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية صافي سعيد مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بموزيك رغم أنه مستبعدين منها لنعرف القرار من أين لكن مرحبا بيك سلغرب مرحبا بيك شكرا لك على قبول الدعوة أنا نعودة كانوا مناجم يكون في مكان فرص أخرى مرحبا بيك أنا نرجع مباشرة إلى السؤال هتنقول المفصلي اللي هو عليش ترشحت لكن أنا نمشي أكثر منه عليش ترشحت أنت تقول ترشحت لتغيير شامل وهذا يهمني أنا ما معنى تغيير شامل في انتخابات رئاسية ماذا يريد أن يغير صافي سعيد وكيف سيغير صافي سعيد أريد أن أغير في المنهجية السياسية كلها كلها نستطيع حتى الدستور سيتعرض منه في هذا البنود على الاستبتاء سنعتمد آلية الاستبتاء تصبح آلية يعني معروفة ومعرف بها وجزء لا يتجزى من منظومة ديمقراطية لا توجود لديمقراطية بدون استفتاء أريد أن أغير في بنية تحتية وبنية فوقية لهذه البلاد نغيره في الإعلام في الثقافة في السياحة في الدبلوماسية ونغير أيضا في الاقتصاد والتوشهات الاقتصادية والخيارات الاقتصادية وفي العلاقات الدولية نغير أيضا في الفلاحة وفي علاقتنا بالأرض وفي ملف أراضي الدولة نغير في وضع المرأة المرأة التي تستخدم كخزان انتخابي عند البعض لكن نحن سنهتم بقضايا المرأة الحقيقية وبالقضايا الحقيقية للمرأة التونسية المرأة المناضلة التونسية نريد أن نغير في منهجيتنا في تعاطينا مع الدول سنفتح ملفات قديمة في الاتفاقيات القديمة سنراجحها سنعرضها على المراجعة أو الحساب نريد أن نغير في استراتيجيات الحكم من أين تخرج استراتيجية الحكم هل تخرج من الحكومة هل تخرج ببرلمان هل تخرج من مجلس الأمن القومي نحن هذه المنهجية في الحكم نريد أن نغير أيضا في ثرواتنا وفي حماية سيادتنا وفي كرامتنا وفي جالياتنا برا جالياتنا العامل وفي مجيب تعليمنا وفي صحتنا وفي غذائنا وفي سلاحنا وفي أدويتنا باهي ممتاز لكن البعض قد يقرأ هذا الكلام على أنه كلام كلياني 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 لا مش كلياني مش بالمعنى التوطلطلطرية ميسير خلنس خلنس مهم على خاطر البعض يعتبر أنه صلاحيات رئيس الجمهورية دستورية دفاعية خارجية وأنه دوره مرتبط مباشرة بنتائج الأغلبية في البرلمان ولذا اللي يجي يقول أنا قادر على تغيير شامل واللي كنت تقول فيه هو تقريبا دولة هذا نقوله الجمهورية الثالثة بناء دولة جديدة بناء دولة جديدة نعم أساو فشر لك سأشرح لك سأشرح لك شوف أنه إدخال الرئيس إلى المعتقل بحكم بنود دستورية ناس قارنها على الورق سطحيا وناس مش فاهمينها وناس يحبوا يستخدموها وناس يحبوا يقضوها لجهات لعبة هناك أناس بدون أن يعتقلوا الرئيس واضح هناك جهات هناك أحزاب ربما هناك كذا هناك لبيات يريدوا أن يضعفوا من دور الرئيس يقزموا دور الرئيس ويحتقروا دور الرئيس والرئيس لا يملك أنا قل لي بربك يا سي الغرب ما الذي لا يملكه الرئيس دستورية يملك رئاس المجلس الأمن القومي سوف أسر لك ما هو المجلس الأمن القومي هذه نظريتين ونظريت قبراء أقارين اللي استخدمت هنا وأصبحت تستخدم كان لعبة استنزفت وما حدا شرع إلى الآن كمان بغي لأنه ماشي بتاح رئيس المجلس السلام القوم رئيس قاعد قوات المسلح وزير الخارجية تقول لي أنت الدبلوماسية والخارجية والعلاقات الدولية معه ومجلس السلام القومي لازم يكون فيه استخبارات واستخبارات عسكرية واستخبارات أخرى خارجية ومدنية والزيدو يقول لك الرئيس يعلن حالة الطوارق والرئيس بيده الحرب والسلام والرئيس قد يحضر الاجتماعات مجلس الحكومة والرئيس قد يقدم مقترحات والرئيس كل شو اللي ما عندوش الرئيس شو اللي ما عندوش الرئيس إنما أحنا عشنا مع رئيسين وأنا سبقا وصفتم سيد البشي الله يرحمه بكل معزة وبكل ود لأنه أنا على الأقل كل ما قلت فيه ظل صديق وظل صديق فهم كل ما قلت فيه أنا كتبت كتاب اسم المانيفست وجهت وكله بسيدي الرئيس وشرحت له شو الفسد وشو الإرهاب وشو المافيات وشو اللبيات وشو الجنسية الأجنبية ومن أين جايين هذون وكيفاش نمعتين بيك وهذون ساجنينك وهذون كذلك أخرج من المتقل وقعت له وإنما راهم باش يشيعوك في جنازة كله مكتوب الناس قالوا لي أنت تتنبه ولوين سيخرجونك الجنازة ويترحمون عليك جميعا بعد أن ينفضوا عنك فرادة وجماعات وهذا ما حدث أنا شو بقولك رئيسنا الرئيس الباجي ربما العمر ما سعدت الطاقة ما سعدتوش الرئيس الآخر كان شبه رئيس ما تقول لي رئيس سيد مصف برزوجي ما احترامي لأيه كان في وضعية معينة وضعية كثير متفضية كانت ما كانش عنده حكم ما كانش منتخب ما كانش أي شي إذن لا نحكم على رئيسين سابقين لماذا لا نعمل الرئيس الثالث لكي ينهض بهذه البلاد ويقدم استراتيجيات وأفكار هات نكون عمليين أنت هنا يعطيتني زوز أفكار رئيسية قتلي أنه رئيس الجمهورية بالنسبة لك عنده صلاحيات موسعة وقتلي إذن هو قادر قادر وقتلي كذلك أنه رئيس الجمهورية على حد برنامجك هو ينجم يكون قادر على تغيير شامل بيه هات نكون عمليين سأقول لك توا ديناميكية كيف هستكو برافو علي هات نكون عمليين تفضل سيد رأني أنا صاحب منهجي أنا كينكتب اكتب من 500 صفحة ونبحث على مستقبل تولي سويد رأني ما نيش جاي بكلام تاع إنشاء من هنا ممتاز دراسات مراجع أرقام ومش جديد عليك الكتب مش جديد عليك الصفر مش عدي عندي تصور عندي تصور التصور ذا يساغ بعدين كالسياسات وتخطيطات وتصامي شو سأقول لك أشي هات نقول لك أنا تصوري كيف ربما نكون نقطة ربما سأجد من يعارضها ربما سيتهمونني بأن أنا أسحب إن أخب يحكم إن أسحب لا 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 خرير غدا غدا نحكي على غدا يتهمونني بأن أنا أسحب في سلطة الأخرين أو أتعدى على سلطة الأخرين كيف أنت أوصفتني كلياني كلياني كما ممت أو ما يشبرش ناس الكلياني هو تطعلي زاري شفت إذا عندي كلمة قد لي هي خرق العادة لقد تتمنعني وحتنا ربما قد حتى نتمنعني وأظن وأعتقد كل كل أن التعبير ما يكفي لكي نبتعد عن الحسب شوف عمليا إن كنت قول مجلس الأمن القوم يضع استراتيجيات مهمة نابعة من أفكاره وتصوراته دراسة عنده هو المجلس الأمن القومي يتشكل من أعمدة الدولة فيه الجيش وفيه الاستبارات وفيه الاقتصاد وفيه الدبلوماسية وفيه حتى الإعلام وفيه حتى مسؤولين عسيات وعلى البنك المركزي لحظة شوي هذون يضعون سياسات العليا متاع الدولة استراتيجيات كبرى لاحظة شوي همني السافي سعيد شنو نظرته على خاطر هذه نظرتين لا أنا شرحت فيه لاحظة نقول كيف ستكون تصور تصور هذي الدراسات وستراتيجيات وسياسات تمشي إلى أنه تصبح تصميمات تخطيطات ما تتصبح إنجازات عندما تذهب إلى الجهة التنفيذية الحكومة الحكومة تصغير الحكومة تصير تنفذ سياسات المجلس الأمن القومي لأنه هو أعلى سلطة وعند رئيس منتخب بأغلبية شعبية هذا ما تفهمين عليه كتماشل كيف تتصور لا دقيقة بركة أنه يكون فهم استراتيجيات أنا موافق أنه يكون فهم خبراء أنا موافق وهذا موجود في القانون المنظم لمجلس الأمن القومي لكن اللي يهمني وصف سعيد ما هي نظرته للأمن القومي غدوة أنت أمام للرئيسة يتعهدو أمام ناخي به بقرارات غدوة ما هي القرارات التي سيأخذها هو كرئيس جمهورية لأعطى لأعطى النظرة للأمن القومي أظن في البداية قلت لك سأغير وشرحت لك شي هي الأمور وشي القنوات وشي القنوات يا أخي نبدأ نبدأ بالمستعجل وبالطار ما هو المستعجل والطار أنا جايك بشوي أسأني سؤال نجاوبك يعني انتظرت خمسة وعشرين دقيقة صافي سعيد خليهم عليش نضيعهم في المجلس سامل القوم نسير نظريتي أنا مجلس القوم وانت تعرف هذا وكلهم يرددوا فيه طواني بش نعجز على شرحة أنا بكون أعودوا في الكلام حبيبي مشرحة لكل دا قولي من أين تبدأ من أين تبدأ من أين تبدأ شو شو أنا عندي مثلا على الدولة والدولة هذه ما تنجيب ستتقدم بهالديون أنا عندي ديون أوقفها فورا وألتجئ إلى جدولة أخرى طلب جدولة أخرى للفوائد لكيف نعالج فوائدها والتدعيتها وكذا وسأذهب مباشرة إلى شركة آخرين دوليين شكور سأتيك وآتي باستثمارات كبيرة استثمارات دول كبيرة هذه سأجعلها محركة اقتصادية في النقل في المطارات في الموانا في السدود في الطاقة الشمسية في الطاقة حتى الطاقة السلمية تبع المياه تحليط المياه في كده هذه محركات الاختصاد هنا هذه الدول اللي باش تجي واللي نحن نطلع ونعملوا بها علاقات أخرى ونتجهوا شرقا وانت أكيد عرفتها الصين والاتحاد السوفيتي ودول بريكس وإلى غير دايك وجنوب أفريقي وكل دول قوية وعندها أموال كثيرة وتبحث على مواقع وعلى استثمارات لأموالها هل نحن قادرون هذه المحركات الاقتصادية هي ستخليني قادرون هي اللي تخليني أنا أتخلص من الديون ومن ربقة الديون لأن الديون مثل الإرهاب الديون معاولمة يحكمون بها أي أداة سياسية الديون لكي يهيمنوا عليك وكيفيش يسحبوا منك ثرواتك ويسحبوا منك قرارك السياسي وبالتالي تصبح أنت بدون إرادة وبدون سيادة هذه هي الديون معناها نجمع إحنا رأنا تسعة دول فقط في العالم تحت هيمنت البنك الدولي اللي هي منهم تونس البنك الدولي كان تحت هيمنت و36 دولة كلهم تحرروا منه إحنا متاسة نتحرر منه يا أخي لا نخاف العالم فسيح العالم مليه بالثروات العالم مليه بالدولارات الدولارات كثيرة ما يشفي أمريكا ما يشفي فرنسا الدولارات الكثيرة هي في الصير وفي روسيا وفي غيرها ساف سعيد أي قدرة لرئيس الجمهورية أنه يعلق المديونية ويمشي إلى ويمشي إلى إلى دول أخرى لا باش نبيعوها الديون ها وكانت حب نقولك كيفاش نبيعوها نبيعوها الديون قل لي قل لي لا لا قلت حدثت مرات وصارت متكرار نبيعوها الديون دول تشتري عليك ديون مقابل استثمارات أخرى وهم يخلصوه وترتعنت من المفواج وهذا اللي ما يعرفوش المواطفين تعبر كسال يحكموا فيكو فيها وهذا اللي ما يعرفوش أنك تكون مرتهن للي مشيت لها أنت في 2019 صحت معها كدولة لا لا مش أنت لا لا مش أنت نعرف لا عرف قل لي مشولها قل لي مشولها بيا سيد اللي يمشي لها في 2016 وأحنا كنقول أحنا توانسا مشينا أحنا مشينا لا لا ما مشينا من تلقى نفسنا هذا كلام فاضي مشيناها ولجونة كلام فاضي يا سيدي مشينا ولجونة السياسة هنا سياسة تباعية تباعية للقروض السابقة ترقمت عليها قروض أخرى عمل ما فيش تنظيمات ما فيش علاقات قوية ما فيش مغير ليش ما عاورنا الديبلوماسية وخلنا في المشكلة بقينا نتسلف ونخلص في الديون نتسلف ونخلص في الديون شنو الفرق أنه نكون مرتهنين للفمي وأنه نكون مرتهنين للناس لأنه أنا اعتقادي وأعتقد أنه فيه تجارب اليوم موجودة في أفريقيا وموجودة في آسيا ما فيش ارتهان وعمرنا ما سمعنا نبي الصين ونبي البرازيل جاي تحب تحتل أو هم كانوا دول استعمرية أو هم حتى قراب مننا وما عنا ولا هي مننا وهم سيقومون بمشاريع مشتركة مشاريع دول مع دول ما عنا ولا رهنية وكل علي تحال كل عقد سيحرضها البرلمان وكل شراكة جديدة ستحرضها البرلمان وإحنا رانا مش مش نعمله في 24 ساعة هذه مفوضات وبتغيير استراتيجية كاملة وبتغيير المحاور إحنا عنا موقع في تونس موقع مهم جدا وورانا أفريقيا بحيث أن المغرب عربي 200 مليون ساكن 200 مليون مستهلك إحنا قوة اقتصادية إحنا كيجي نفاوض الصين باش نفاوضها باسم المغرب العربي لأن الموقع الأوسط والموقع المؤهل والأقرب إلى أوروبا والأقرب إلى أفريقيا باعتبار أنه جرجيز تصل 600 كيلو عمق نحو أفريقيا ولذلك عنا خيارات الناس يعرفوا موقع تونس أحنا لم نتموقع أحنا لم نفهم موقع جيبوليتيك أحنا اللي ما رصبناه استراتيجيات جديدة أحنا اللي ظلنا مفكروا في البنك الدولي لأنه تلميذ متخرجين كلهم يا من مدارس يمول فيها البنك الدولي يا من إدارات تابعة البنك الدولي يا من شركات مدمرة لاقتصادات العالم مثل مصنط وغيرها نحكيه على نظرته لمبادراته الأولى تكلم على أنه بالنسبة لي يعتبر أنه ديون التونسية هي العائق الأول العائق الأول اللي يمنع تونس من أنها تجنح يقول لي يقول لي كاليش أحنا عنا حوالي 36 مليار دولار ديون يرى الديون تحسب بالدولار أو بالورو طبعا ال36 هذي أحنا عنا فوائد متراكمة يعني الرجع فوائد الرجع وفوائد من مدخيل تونس بالعملة الصعبة فوق الخمسين في المن فوق يعني نوصل للستة وخمسين في المية معنى ذلك أنت تأخذ مرتب ألف دينار تدفع منه كفائد القرض أو القرض بتاعك تدفع منه حوالي خمس مليا وستين دينار يبقوا لك 460 تنش تعيش به نجيش تعيش به هذا هو المعنى راهو عنا ديون معرقلة ما فيش واحد حتى مواطر حتى أسره إذا تكاثر تعليل ديون تتفرق على العي لكن صافي سعيد نتفعلم معك نتفعلم معك نتفعلم معك نحوالي الآن تارفلي تونس ساعق بالكل شي نحكيه على مبدأ تواصل الدول وقتلي عندك دولة خذات مع بلدي وخذات مع ممولين خذات تعهدات نتفعلم معك نتفعلم معك نتفعلم معك وانا دوري ما زالوا 8 دقائق نحن تعهدات هذية شكونا لي وراها وراها ساعة ناس ضمين فينا كما الولايات المتحد وهذا باتفاقية موش صحيح موش صحيح موش صحيح موش صحيح لا تغلط الشعب يا سيد الياس لا موش صحيح هذا عندي أنا كل وكل الرقام عندي وانا نقولك قداش ضامنين لامريكان ضامنين في قرض 500 مليون دولار ايه موش شوي لا لا احنا 36 مليار 36 مليار 36 مليار ميزانية عمومية ثلاثة مرات احنا ماخذين من عديد الاطراف الممولى واساساً لامريكان الامريكان ضامنين في 500 مليون دولار هل يقولك حاش يعني هو مبلغ بسيط جدا وضمانة تافهة جدا ومانيش بعتجينها واخذوا بها قواعد واخذوا بها شي اخرى لامريكان واثكون هال يقضع انضافي ساعدك ورأي سوميون غدوة معزول وانا تقولك نمشي للشرق ونت تخلي معزول ويبقى عندي الغرب ولكن تتخلي صحاق ويبقى عندي الغرب ياخنا مش نعمل حرب انا اهل غرب يعني انا عندي قدرات وانا تونسى هل أخضرات وانا احسف يزمي للحروب انما انما تجارة الدولية ياسي الياس قرأي هي حروب ناعمة يسميها ماركسي أول حروب هي تجارة الأمريكان أول ما خرجوا للعالم خرجوا للتجارة في عهد مورو 1801 بدأت البواخر الأمريكية تعبر نحو العالم هذا اللي عندهم همه العالم القديم عندنا أحنا أمريكي العالم الجديد بدأت تعبر وجدت مشاكل مع البحريات من بين البحرية التونسية والليمية والجزائرية كانوا يقولونهم لا ما تمروش من أمام شواطئنا وما ترتاحوش في شواطئنا إلا ما تدفعوا ضريبة ودخلوا في شكلات لكن حبيت نقول لك أنه التجارة رأي التجارة واسعة رأي أنا ما تشوي شنوهم للغرب لا أنا نعدل نعدل ونمشي للجهات أخرى والجهات الأخرى باش نستقوى بها على الغرب المهيمن رأي هذه هي السياسة السياسة راه لا بد أن تغير وتجيب حلفاء وتستقوى وتمشي من مرحلة لمرحلة وهذه تفاوض عليها اليوم وهذه تفاوض عليها غدوة واليوم أنت أقوى وغدوة أنت أضعب وهكذا نجمع القوانا وندخلوا في مفاوضات جديدة بالنسبة للحرقة بالنسبة للجزر بالنسبة للسمك بالنسبة للمياه الأقليمية بالنسبة لكل شيء للمهاجرين أنا عندي ورقة الضغط عندي ورقة الضغط كبرى اللي اعتبروها تونسة ورقة الضعف اللي هي الجالية التونسية في أوروبا عندي مليون تونسي في أوروبا أنا هذون نخليهم يعملوا لوبيات وشغل وإعلام ونشاط وندعمهم ونخلي عندهم مكتسبات هنا وخادي ونخليهم يدخلوا للسياسة الفرنسية والسياسة البلجيكية مثل باكستانيين ومثل غيرهم ومثل الأكراد وغيرهم مرة أخرى خلين كنوا عمليين عليش عمليين هذا مش عمليين عليش تقول الأخرى عملاته مش عمليين لنكم موظفين روحكم روح موظفين وتبقوا دائما اللي يفكروا هكذا يتبقوا دائما أنت عقيدتك الدبلوماسية غدوا كيفاش أحكيلي شوي هني حتيتك هني حتيتك هني حتيتك من عقيدة الدبلوماسية عقيدة الدبلوماسية هو أنه التخلص من هيمنة الغرب ونمفتاح على الشرق وهناك العالم فيه محورين كبيران المحور الأطلسي والمحور الأوراسي المحور الأوراسي حتى هو عنده بونوكو وعنده أسواقه وعنده 40% من العالم عنده الهند وعنده روسيا وعنده البرزيل وعنده الصين وهدون كلهم قوة صاعدة وناهضة وهي تتعامل مع العالم الثالث ومع الشعوب وبأكثر عدلة وبأقل هيمنة أنا نحب نعدل أنا نحب نملة أدرعتي وعضلاتي عندما أجلس إلى طاولة الأوروبيين أستطيع أن أحاولهم تكون قوي مؤشرات الأولى للسياسات مثلا سافي سعيد غدو رئيس الجمهورية الصفرة الأولى الدبلوماسية زيارة الدولة اللي شكو تكون والله يمفكر أنا يمكنني مشي لليبيا لأن ليبيا خزاننا مع طفلنا الاستراتيجي دولتنا أمننا القومي شعبنا بلادنا ثروات ليبيا منهوبة من دول أخرى أجنبية وبعيدة وأحنا التوانسة رأوا عنا حق في ليبيا لأنه عمال نشتغل وعنا مساهرات عائلات ألقاء هذا قد يعطي مؤشر إقليمي وفي المؤشر الدولي وينتمش مؤشر الدولي وينتمش للصين لروسيا إلى الصين نعم قد أذهب إلى الصين أو زيارة نحو العالم الخارج هو وقد أدعو أو ندعو الرئيس الصيني زيارة في تولس زيارة في تولس بالنسبة للصين الصين اليوم عنده مشروع كبير اسمه طريق الحرير وطريق الحرير يتعدى من كل البلدان ويوصل إلى حد تونس وهو طريق أساسية للدخول إلى السوق الإفريقية بالنسبة للصين قد يعتبر البعض نسأش كامل سؤالي سأل في الساعة مش كون تقريبا سؤالي أخير مش نعرف مش نعرف مش نعرف قد يعتبر البعض من خلال خيارات كذي أنه هو التخندق جديد جديد بالنسبة لتونس على المستوى الدبلوماسي مع العلم اللي نحن بش نكون موجودين في مجلس الأمن كغضوة غير قار بداية من جنف 2020 ونكون أمام خيارات صعبة جدا أمام القوى العالمية أمريكيا فرنسا روسيا والهن بشي طالبوا مننا الناس أنه نكون في قرارات دبلوماسية صعبة جدا في قضايا كما رضي الفلسطينية في قضايا كما قضايا المناخ كما قضايا السواريخ العبر القارات إي تونس مشكلة كبيرة في علاقة بلي تسمي فيها أنت إلا تفرض يا عزيز في علاقات الدولية وتشابكاتها هي دائما مشاكل لكن الناس لا يهدؤون للبحث عن الحلول وتقطعات وكذا والمصالح في المجد أنا منيش ما يوشي لمح وعسكري لا أوراسي ولا أطسي إنت أحكي على طريق الحريق أحكي لك إذا على طريق أفريقي الكبير اللي هو طريق أفريقي الكبير هو كابتاون القاهرة صحيح 10800 كيلو المفرق متاعه الكبير هو في كانو جنوب تونس كانو هي شمال نيجيريا جنوب تونس بح هذيك المفرق في وصلة مننا هذي مشاركين فيه 26 دولة إفريقية يبدو لي ثلثوا أنجز أحنا مش مشاركين فيه مار من كينيا ومار من جنوب السودان وماشي حتى الكابتاون وطول طريق في العالم 10800 هذي الوصلة متاع كانو وشمال نيجيريا هي لازم نعمل وحنا وصلة لتونس طرب التونس هو ميناء جرجي اللي باش يكون ميناء دولي قاري إفريقي بحري وجوي بالنسبة لك عنا أيضا عنا أيضا خط الحرير خط الحرير إلى الآن حسب الاتفاقيات المتمة باش يمر على حوالي 36 دولة وهو من الصين من بكين حتى إسكندريا مزال موصلش تونس يكذب عليك من يقولك لحظة مش قاعدين يقربوا من تونس مش قاعدين يقربوا لازم نضغلوا المشروع منتو ونعرفوا الوصلة متاع تونس ووصل تونس من إسكندريا إلى تونس أيضا 1500 كيلو مش سهلة ومن بكين هناك 8600 من بكين للإسكندريا 8600 عندي بها كل علم والله والله كله كاتبوا هذا إنما نحن ولا نقرأ وعندك إمكانيات هذا سافي سعيد وعندك إمكانيات اليوم الخارجية تونسية أنا كي نوصل كي نقض أنا ما كانو المقطع الكبير الأفريكان كبير كانو كانو هذي ناخذ وصلة بس يمكن تجيني 1500 كيلو للوحد 1500 أنا سأمر جنوب الجزائر وحتى جنوب ليبيا ربما وندخل للنيجر ندخل للنيجر هكتعر دي الدولة وتبدأ من هنا مالي وتبدأ من هنا تشاط ونربط معا كانو كانو هي تحت النيجر وتشاط أنا ما حكيناش في عديد المواضيع الخاصة زينا بصلاحيات وقرارات رئيس الجمهورية نعطيك تقيقة تعبير حر للسيد المستمعين وإن أخبئين أنا أقول أنا مفتوحة لك بأي موضوع أحكيني في تلحقيق لا تفضل ها لا أعطيك تقيقة ها لا أعطيك تقيقة ها لا أعطيك تقيقة تقيقة حرة تفضل لا تفضل والله دقيقة دقيقة أنا أطلب من الشعب التونسي أنا لا أطلب شيء في الحقيقة أنا لكن أقول أنني سأسعوكم لأنني أعرف ألامكم وأعرف حتى أمالكم اللي هي منتظرة وانتظاراتكم سأعمل على تطبيقها ولا إنجازها وأنا أقول لهم بعد عامين في العام الثالث أنا إذا شعرت روحي أنني فاشل إما أن أستقيل أو أتقدم إلى السفتاء إذا لم أحصل عليه في 66% سأستقيل كما فعل الكبار ومن بينهم ديجول رغم أنه ديجول رجل مستعمر واستعماري إلا لأنه أحبه لأنه عادل شكرا لك سأتجه لتجديد الفيقة هذا استعد يقول أمام هياك للدولة أمام المئة والمئة نتقدم إلى السفتاء ده ما حصلت 66% نستقيل شكرا لك سأتجه لك هذا متع عهودات بارك الله ومرحبا بك في هذا السباق الرئاسي